أطفال ونساء وطاعرون في السن جميعهم مرضى ولا حلة لهم سوى أن يتذمروا ويتألموا وخذ كل ما في الأمر صوت بكاء ربما وجع أو جوع حاد لا أحد يعرف ما يعانيه هذا الطفل وأمثاله الكثير هنا صغارا وكبارا لكنه الشاكد على كارثية الوضع الصحي الذي تعيشه الجوف منذ عقود طويلة ولا تزال هناك تدهور في الصحة هناك تدهور في المستشفى وفي دعم المستشفى ومن قبل الكوادر من حتى قرف العمليات لا توجد دينا في المستشفى ذلك لا توجد ديهم إلى قرفة واحدة عشرة المرضى يتوفدون من مختلف المناطق والمديريات إلى مستشفى الجوف العام تختلف مسميات الأمراض والإصابات التي يحملونها لكن المعاناة واحدة وبإمكانات بسيطة لا تفي بحاجة المريض يقدم هذا المرفق خدماته الطبية المحدودة التي لا ترقى إلى مستوى مرفق صحي هو الأكبر والوحيد في محافظة يصل عدد سكانك إلى نصف مليون نسمة ويزيد نهيك عن استيعابك لأكثر من أربعة وستين ألف نازح من عموم البلد المستشفى الوحيد في المحافظة بهذه الامكانيات وبهذا المستوى هذا لا يليق بحكومة الشرعية أبدا أبدا إن خصورة الحقيقية لواقع صحي تتعاضم مأساته ومعاناته لا سيما في ذل تجاكل الجهات وعلى رأسها حكومة الشرعية التي لا تلقي بالا ولا تكترث لهذا النزيف من المعاناة في الوقت الذي يفتقر فيه هذا المشفى للكثير من التخصصات والأجهزة الطبية التي تؤهله لاستقبال حالات مرضية أو يعفيها من السفر الإضطراري إلى مدن المحافظات المجاورة والرئيسة ما استطعنا إلى الآن أن نوفر طبيب واحد لكل مركز أو حتى ممرض ما استطعنا أن نعطي راتب لا راتب حكومي ولا راتب تقاعدي من أجل توفير الكادر الصحي الذي يشتغل في هذه المركز الصحية النازحين يوجد أكثر من 64 ألف نازح لم نستطع تكوين عيادة متنقلة أو حتى مركز أو وحدة صحية خاصة في النازحين في التقمعات النازحين بسبب عدم وجود الإمكانيات واقع صحي هو الأكثر تدخرا وانتكاسا يذهب ضحيته الآلاف من المواطنين في محافظة لا يزال دم الحرب ضد الميليشيا طازجا في جبالها وصحاريها الممتدة بحجم جراح أبنائها ومعاناتك من نازفة التي تكبر كل يوم ولا فكاك من هذا المصير المنكوب بالمرض والجوع والموت في مستنقع الحرب وفقدان أبسط حقوق المواطنة علي الجرادي قناة بلقيس الجو